اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي هناك مئات الالاف من العراقيين نتحدث غيرنا كثيرا عن هذا الموضوع صدرت تحرياتهم وتم رميهم في السجون والمحتقلات ظلما وعدوانا الكثير منهم بلا محاكمات والحديث اليوم لا نتحدث عن ظلمهم بهذه الطريقة انهم تم القال قبض عليهم بتهم كيدية وبكذب والدعاءات واخذوا منهم اعترافات بالتعذيب ليس هذا الجانب من التحدثة اضافة لهذا الظلم الكبير هم يعيشون ظلما داخل هذه المعتقلات ظلما كبيرا ومثل ما يقال من لسانك ودينك اللجنة حقوق الانسان وتسمى اللجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الحالي ذهبت الى زيارة هذه السجون قالوا وجدنا شكاوي كثيرة ووصلتنا واضطرتنا ان نذهب الى السجون لانه من سجناء ومن ذويهم شكاوي كثيرة واستقاثات فاضطرينا ان نذهب فماذا وجدوا في هذه السجون وهذا تقريرهم ربما جملوه ربما مؤكد بعد التجميل وبعد التحسين وبعد كل المكياج وكل الديكور ظهر بهذا السوء بهذه الطريقة التي سنعرضها امامكم قالوا استناد الى تلك الشكاوى قامت اللجنة بزيارة عدد من السجون ووجدت مافيات بالنص هم يكتبون في تقريرهم مافيات لها نفوذ وهذه المافيات مثل ما قالوا مقسمة الى انواع من المافيات او واجبات لهذه المافيات كل مجموعة من المافيات او كل مافية او كل مجموعة من المافيات لها واجبات معينة بعض المافيات تدخل المخدرات الى السجون طبعا بالاتفاق مع الحراس وحراس السجون والاجهزة الامنية تدخل الى السجون المخدرات هذه كي يستخدمها يتعاطاها المعتقلين والمسجونين مافيا اخرى او مافيات اخرى تتولى توزيعها على المتعاطين في هذه السجون مع هذا الظلم وهذا الجو الخانق هذه المافيات تتولى توزيعها لقاء فلوس طبعا الاخرى هي التي تتولى تبيعها هذه توزيعها للاخرى تقوض المبالغ وتشتري وتبتز السجناء بهذه المخدرات يعني عندما يصبح مدمنا تبتزه لقيام بافعال كثيرة افعال يعني تخيل ما تكون من السيء الى الاسوء الى الاسوء الى الاسوء مهما يصل تفكيرك ستجد من هذا الشيء واخرى من هذه المافيات مسؤولة عن الطعام يعني ماذا تأتيجي من تموين للسجون هذه هي مسؤولة عن توزيع هذا الطبخ هذا الطعام وتوزيعها طبعا هما خصصين سبع دولارات او ثمان دولارات لكل سجين لكن كمية الطعام اللي يتصله لا تتجاوز الدولار واحدة والدولارين والباقي كله في جيوبهم طعام سيء فبالتالي يضطرون الى الذهاب الى حوانيت السجون وحوانيت السجون هذه ايضا مسؤولة عنها مافيات تبيع الحاجة اكثر من سعرها الحقيقي بأربع وخمس مرات فيضطر السجين الى دفعها لكي يبقى على قيد الحياة مجموعة من المافيات الاخرى وهذه هذا التقرير مثل ما قلنا لجنة ما تسمى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الحالي ايه اللي تقول يعني هذا الكلام مو من عندنا واخرى يعني مافيات اخرى متخصصة بالهواتف والانترنيت تطيق هاتف للسجين حتى يتصل باهله قضي شغلته ما اعرف يتصل باهله يتطلع على العالم يتصل بناسه بزوجته بأمه بأبوه بأخوته بأطفاله بالمحام ماله يطلع هاتف وانترنيت لقاء مظالغ فبالتالي اللجنة تقول ايضا وجدنا هذه اللجنة تقول وجدنا ايضا قاعات يطلق عليها يعني قاعات الشخصيات المهمة الشخصيات الهامة المهمة في داخل السجود هذه القاعات هذه مخصصة اللي يدفع مبالغ كثيرة من ميتين دولار اكثر شهرية ويتنعم بخدمات وسائل راحة وخدمات كاملة توفر له من قبل هذه المافيات بما فيها المخدرات بما فيها الحوال الطيب بما فيها الأكل الزين ما معرف سقائر لتدخين الزيارة بعض السجون هم يقولون بعض السجون وهي كل السجون طبعا تطلب مبالغ مالية كبيرة من ذوي من عوالي السجناء عوالي السجناء لهم الحق في زيارة المسجونين من أبنائهم في هذه السجون قانون يكفل لهم هكذا يقولون لكن لا يستطيعون مقابلتهم إلا بدفع أتاوة بدفع مبالغ معينة وهذه المبالغ مبالغ كبيرة حتى يشوفون أبنائهم وهذه أيضا من الأموال فهذه اللجنة التقيت في حالات كثيرة من المحكومين بالإعدام لو تعطي مثال على واحد تقول واحد التقوا بي محكوم بالإعدام وألا أيضا اشتكوا لماذا حكموا بالإعدام؟ لتطابق اسمه تشابه اسمه مع اسم آخر رغم احتلاف اسم الأم لكن الحكم صدر عليهم المحكمة بالإعدام وينتظر تنفيذ حكم الإعدام ولم تشفع له كثرة العرائض كثرة الطلبات المحامين المراجعات المحاكم التوسلات المبالغ التي تدفع يعني وعدوهم ويدفعوهم بالإرهاب المتهم بالإرهاب مع أنه كل يعرفون أنه هذا المتهمي بهذا الاسم هو الاسم لإرهابي سبق للقوى الأمنية ان قتلته يعني هذا يذكرني لقضية واحدة من التفجيرات الكثيرة اللي حثته في بغداد مثلا واحد من التفجيرات تفجيرات وزارة الخارجية تلفزيون الحكومة التلفزيونات التابعة لحزابها أكثر من مرة لأربع مرات اطلعنا ناس تقول ذول المتهمين بتفجير وزارة الخارجية وقد صدرت بحقهم عقوبات الإعدام هو يعدمون وبعد مدة شئرين ثلاثة يخرجون مجموعة يقولون هؤلاء الذين قاموا بتفجير وزارة الخارجية طيب والسابقي لا أحد يتحدث عنهم مسبقا أخرجتم لنا مجموعة قلتهم أن هؤلاء هم الذين فجروا لا أحد يتكلم وإذا بهذه المجموعة الجديدة يقولون بالأخبار أنه تم محاكمتهم وحكم عليهم لأنهم إرهابين بالعدام ويعدمون وبعد شهور وأقل من سنة تظهر وجبة ثالثة وتظهر وجبة رابعة وهكذا نفس القضية الآن فهذا جزء من دولة العدالة اللي جاءوا بها دولة المظلومية اللي يقولون أنه يعني جئنا من أجل المظلومين السجون! هذه حالها والشوارع هذه حالها والناس هذا حالهم وهذا حال القانون وهذا حال قوى الأمنية وحال الاعتقالات وحال التصرفات والعصابات التي تعيش في كل مكان هذه المافيات مثلما في السجون فها في الشوارع وتحول العراق إلى سجن كبير تتحكم به المافيات وكل الناس محكومة بهذه المافيات لأنه تريد شغل يجب أن تذهب إلى هذه المافيات grammيليشيات وتدفع الأتاوة حتى تعمل حتى تعينوك تريد تعيش بسلام وتروح وتجي يجب أن تدفع أتاوة على سلامتك لأنه لا قوى أمنية ولا أحد يحميك ولا قانون لأنه في أي لحظة يتهموك بأي شيء تريد تشرب مي صالح للشرب يجب أن تدفع فلوس تريد كهرباء يجب أن تدفع فلوس ما حد يوفر لك شيء تريد علاج تروح للمستشفيات الخاصة تأخذ فلوسك أما إذا رحت المستشفيات الحكومية فتأخذ حياتك تفقد حياتك والمستشفيات الحكومية وتفقد فلوسك بالمستشفيات الخاصة وهكذا تحتاج أن تشتغل ثلاث أربع شغلات حتى توفر لقمة العيش لأطفالك في تدرسهم يجب أن تجيب لهم مدرسين خاصين لأن المدارس تعبانة وماكو تدريس فالطرع بتدفع فلوس حتى تدرسهم وطلعهم يعني بمستوى معين لأظل من غيرهم وهذا كله أنت يجب أن تدفع من عرق جبينك ومن جهدك ومن حياتك حتى توفره حتى تبقى عايش لذلك عندما يمر يوم يعني الحمد هو فرض علينا جميعا أن نحمد الله في كل لحظة، في كل ثانية، في كل رمشة عين على ما أطان الله من جميل الحياة، من كل الأفضل لكن العراقيين يعني بدأوا يندهشون أو يعني يباركون لأنفسهم أنه عدى اليوم وهما بعدهم أحياء من كثر الضير، من كثر هذه المافيات التي عليهم أن يتعاملوا بها ومن هذه المافيات يعني أو من فعل هذه المافيات يدفع العراق إلى قعر الهاوية ما الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة